بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بالفقه وإن شاء الله هذا بيكون أول درس لنا في السلسلة ومحتوى هذا الدرس تحميل برنامج اليونيتي وتجهيز المرحلة وبسم الله نبدأ أول شي نروح إلى موقع اليونيتي unity3d.com والرابط بحطه في description تحت نروح إلى get unity وبعدين تنزل تحت تلاقوا الثلاث رخص أو اللايسنز عندنا ال personal واللي هي مجانية plus وال pro طبعا حاليا خلينا في ال personal اللي هي المجانية الفرق بينها وبين ال plus وال pro عبارة عن أشياء زايد زوايد يعني ما نحتاجها بالذات كمبتدئين عشان نبدأ بالتحميل نروح try personal نضغط عليها ومن هنا نحمل البرنامج قبل لا تحمله في النوت أو الملاحظة اللي هنا مكتوب إذا كانت شركتك أرباحها سنوية أكثر من مئة ألف دولار فأنت مطالب أنك تشتري أو تشترك بالبرو أما غير ذلك تقدر تحمل النسخة المجانية وقبل لا تحملون لازم تقرؤون terms of service وتضغطون هنا وبعد ما تكملوا تحميل افتحوا البرنامج تضغطون على new عشان يفتح لنا هذه الواجهة البروجيك نيم نسميه first game أو اللعبة تقدر تختارون 2D أو 3D لكن بعدين تقدر تغيرونها حاليا نخلينا في 3D create project وهذا هو البروجيك لنا حاليا فاضي ما في غير الكاميرا واللايت أو لضاءة أول شيء نسوي الأرضية game object 3D object plane تضغطون F عشان نسكن الفوكس أو التركيز على الأوبجيك ومن هنا نخلي الطول العرض 10 10 Y اللي الارتفاع ما نحتاجها بعدين الإضاءة شوية قوية بس قبل نسوي اللاعب اللاعب يكون عبارة عن مكعب نضغط F مرة ثانية شايفينه مكانه غلط برة الأرضية اللي سوناها نجح نترانسفورم reset يسوي reset للأحداثيات فنلاقيه هنا نص بالأرض ارتفاعه بواحد فنخلي مكانه بالY نص كذا يكون واقف على الراض تماما لكن زي ما انتوا شايفين تحت اللضاء قوية ما نقدر نشوف اللاعب أول شي عندنا أكثر بنحل نلف الضو تكون خفت اللضاء زي ما انتوا شايفين تحت في الشمس تظهر وهكذا ولا كيف تلعبوا بالضو زي ما زي ما انتوا حابين ومن هنا الانتنسيتي قوة اللضاء خفيف ها شوية الكاميرا نضغط F مرة ثانية عشان تكون التركيز عليها نرفعها شوية نسحب هورا نضغط E أو من هنا الروتيشن دوران نختار الأحمر اللي هو محور الـ X نلف ها شوية تقريبا 15 درجة نسحب هورا نرفع فوق شوية وكذا صارت عندنا الأرضية واللاعب لأن في هذا الدرس ما بغى تدخل في برمجة اللاعب خلينا نسوي الألوان للعب نجي عندي الاسيت Right Click Create Folder نسميه Materials Materials عشان نحط في الخامات أو Materials عشان ألوان اللعبة Right Click Create Material نكتب Player نخلي لون اللاعب أزرق وتختار اللون اللي تبغونه خلي أزرق شوية غامق تسحبونه بس وترمو على اللاعب بكل ببساطة drag and drop اسحب ورمي بعدين الأرضية إذا تبغون تلونونها برضو بنفس الطريقة Right Click Create Material نسميها Grand نخلي لون رصاصي غامق ونسحبها ونسحبها ونحطها إلى الأرضية وبعدين من هنا بكل بساطة تغيرون اللون اللي نحبينه اللون غامق وتلعبون من هنا مثالك يعني ما إلا الحديد smoothness نعمته يعكس أي شي نخليها مثلا كذا وبعد ما حملنا البرنامج وجهزنا التجهيزات البدائية للعبة ننهي الدرس هنا عشان لا أطول عليكم وإن شاء الله نشوفكم في الدرس الجاي كان معكم عمر بالفقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته